من فندق أشيرة في دمشق إلى مشارف الأشرفية رفق اللواء جميل السيد النائب والوزير السابق مشال اسمحة في سيارته التي كان في صندوقها 24 عبوة ناسفة وما من مؤشرات حتى الساعة تؤكد أو تنفي علم السيد بوجود هذه المتفجرات وقاعة انتقال السيد مع اسمحة بسيارة الأخير يوم إدخال المتفجرات أصبحت مؤكدة بحسب مصادر مطلعة على التحقيقات وكشفت هذه المصادر أن فرع المعلومات يملك تسجيلا كاملا بالصوت للحوار الذي دار بين اسمحة والسيد أثناء انتقالهما من دمشق إلى بيروت وأن هذا الحديث تم استخراجه من جهاز تسجيل إلكتروني عثر عليه في سيارة اسمحة وهو كان وضعه فيها من أجل تسجيل كل الحوارات التي تتم في داخلها ويورد هذا الجهاز التسجيلات بتواريخ وساعات حدوثها وقالت المصادر أن فرع المعلومات منكب على تفريغ وتحليل كامل الحوار بين اسمحة والسيد وتقارب مدته نحو ثلاث ساعات وقد أرفق جزء منه بالصوت وكتابة في الملف الذي أرسل إلى القضاء العسكري لتأكيد وجود السيد مع اسمحة أثناء نقل المتفجرات ويتضمن هذا الجزء كلاما عاما في السياسة وأحاديث على الهواتف الخلوية وقد طلب مفاوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سقر سقر من فرع المعلومات تفريغ كامل الحوار وإرساله إليه تباعا من أجل معرفة ما إذا كان السيد على علم بنقل المتفجرات أم لا مصادر أمنية أشارت إلى أنها بدأت ترتاب بدور للواء السيد في مخطة اسمحة المملوك منذ أن سارع السيد إلى منزل اسمحة في الأشرفي فور إلقاء القبض عليه ودافع عنه بشدة ثم وردت معلومات من قبل شهود عيام من دمشق ومن نقطة المصنع الحدودية تفيد بأن السيد رفق اسمحة في رحلة العودة وتأكدت الأجهزة الأمنية من هذه المعلومات عندما تمكنت من تحقيق خرق في جهاز أمن لواء السيد وبقيت هذه الأجهزة بحاجة إلى دليل حسي يؤكد هذه الواقعة ففتشت في دات الهواتف الخلوية الثلاث لسمحة وفي تسجيلات مخابرات هذه الهواتف التي كان اسمحة يسجلها منذ العام 2010 لتكتشف في النهاية في سيارة اسمحة وبعد تفتيش دقيق لها جهاز التسجيل وفيه حوار اسمحة السيد اللواء جميل السيد وبحسب مصادر قضائية عسكرية لن يستدعى هذا الأسبوع للمثول أمام قاد التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة الذي يواصل دراسة المستجدات في ملف مخطة التفجير والذي قد يشهد تطورات لها علاقة بالمشتبه بهما اللواء السوري علي المملوك والعقيد السوري عدنان لسيما وأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلف فرع المعلومات بجمع معلومات عنهما لتبيان كامل هويتهما وتحال فيما بعد إلى القاضي أبو غيدة